اشتركوا في القناة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله مسجد قباء يبعد عن المدينة ثلاثة أميال يعني شيء أربعة ونصف خمسة كيلو متر بالسيارة زالطريق فاضي بده ربع ساعة سبحان الله مسجد قباء وذكر مسجد قباء يأتي في ذكر فضل المدينة هي خصوصية خصوصية يقول سيدنا عبد الله بن عمر كان النبي يأتي مسجد قباء كل سبت سبب ذكره ابن حجر لأن أصحاب النبي عليه وسلم ما كلهم كانوا ساكنين حول المسجد كانوا يعني متراميل أطراف ويبدو أنه أكبر تجمع سكني بعد المسجد النبوي هو قباء هكذا يعني يذكر أنه النبي كان يعني في أحد الأحاديث قال تعالوا بنا نذهب إلى قباء نصلح بين بني فلان وبني فلان صلى الله عليه وسلم يعني في تجمع سكني لا يستهانوا به في صحابهم ما كانوا يستطيعوا وكأنهم يعني كبار السن أن يأتوا إلى المسجد النبوي إلى صلاة الجمعة فكان يذهب إليهم صلى الله عليه وسلم يوم السبت انظر أنه كيف النبي عليه الصلاة والسلام يزور أصحابه ويطمئن عليهم هل الراوي يقول ضلاء بن عمر ماشيا وراكبا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الشتاء كان يمشي مشي بالشتاء يعني الواحد بيقطع أما إذا كان صيف دركه بالصيف حر قدوا الواحد إيش يعني يمشي ويقطع المسافة حتى لا تصيبه حر الشمس المدينة حرة المدينة تختلف عن مكة مدينة فيها برد شديد وفيها حر شديد قال من صبر على حر المدينة ولأوائها يا شدة الحر يا شدة البرد كنت له شفيعا يوم القيامة أنا مرة نزلت في المدينة مطار المدينة ناقص ثلاثة هاي لا بتشوفها يعني بالبلاد الباردة وإيام بالصيف بتشوفها خمسين سبحان الله فيأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان أول ما يدخل مسجد قباء يصلي فيه ركعتين مسجد قباء بناه النبي صلى الله عليه وسلم أو بدأ بإنشائه وإشادته قبل المسجد النبوي الشريف وفيه نزل المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نبي عليه الصلاة والسلام لما كان قادم واستقبله يعني الصحابة على أطراف المدينة بدأ بإشادة هذا المسجد كان مسجد بسيط ألا الآن في العهد الحديث أحد يعني ما صلو أربعين أو خمسين سنة يعني صار بهذه الحل سبحان الله أنا أشعر بهذا المسجد بأنس كل إنسان مؤمن في أنس ما بعد أنس طبعا موت الأنس المسجد النبوي الشريف ولكن لا تشعر في مسجد كأنس هذا المسجد سبحان الله فيه خصوصية يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء هذه خصوصية أهل المدينة ما بتلاقيها غير بالمدينة من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره وكأنه للضعفاء وكأنه للضعفاء وللمساكين ممن لا يستطيعون الذهاب إلى العمر من أهل المدينة لذلك يسن لمن أتى المدينة زائرا أن يكسب هذا الأجر في بعض الحبايب يقول له أمشي على قباء بإلك والله أنا رحت الله لك مور ترح له وتروح له لكن نبي كل سبت كل سبت صلى الله عليه وسلم لا مقطوعة ولا ممنوعة سبحان الله إذا كنت أنا في المدينة أتحرأ أن أزورها يوم السبت يعني أزور قباء اقتداءا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح له لماذا العلم تعلم هلا تعلم لما تروح على المدينة أول واحدة يعني لا تفرد في هذا الأجر عمره سبحان الله أهل المدينة يعني يعني يعرفوا هالثواب بتلاقيهم يعني موجودين هناك آخر مرة زورت المدينة يوم ظنوا وقت الحج تلاقي ناس يعني بالمئات عادين صايمين بدون يفطروا يعني آثر أن يفطر في المدينة هو صايم بعشرة زلحجة يوم السبت أو غيره على أن يفطر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كمان اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقى إلي بزور المدينة و إذا سبت هيا من حسن الطالع اسمو كل الناس بتصبط توقيتون اذهب خد تاكسي خد يعني سرفيس اللي هو وروح خد معك أولادك معك زوجتك إلا النبي عليه الصلاة والسلام وردنا عنه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بذلك الفضل جاء للمسجد الفضل جاء لمسجد قباء وللصلاة فيه وللصلاة فيه هل اللي بيحسن هل أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب ضحا إمتى ضحا يعني أنه مثلا قبل الظهر هيك يعني كان وقت النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما بيحسن ضحا بأي وقت بعد الظهر ما جي بعد العصر لأنه في الليل صعبة يعني في الليل يعني الإنسان يعني سبحان الله النهار يعني نور يعني اللي بيصحله قبل الظهر بيكون أحسن بعد الظهر بعد العصر نبي ذهب ماشيا وذهب راكبا الآن المشي صعب طرقات وسيارات وي بدك تركب مو كل سنة الإنسان يستطيع أن يطبقها جلس و يعني سبحان الله المسجد اللي صممه اللي مهندس سوري أشرف عليه وهو تحرى المكان اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان المسجد يعني القديم عرفوا أنه صلى النبي في هذا المكان عمل نقطة بقلب الإب يعني إذا جلست تحتها يعني تكون جلست في المكان الذي جلس فيه رسول الله لكن نقطة خضر يعني ما بيعرفها إلا يعني من يعني يدل عليها دلالة سبحان الله الله عز وجل له أوقات مخصوصة في النفحات وأماكن مخصوصة يعني هلأ ركعتين بمكة المكرمة كرك عميت جل 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 أصلا الوصول لمكة ما هو بالسهل للأسف في ناس يعني بينهم وبين مكة ركبة سيارة وتلاقي الناس بيصيبهم زهد لايقاعد بجدة أو قاعد مثلا في منطقة مع أنه في ناس والله بتتعلم منهم يعني المسابقة إلى الخيارات والله مرة كنت ركب في الطائرة متجه من المدينة إلى جدة بدي لح صلاة الجمعة قال لي أخ أنا صلي عشرين سنة بيجي يوم الخميس بيقعدوا من الصبح للمساء في المدينة المنورة هو من أهل تلك البلاد يعني إنسان حجازي اللي باخد طائرة وبروح بحييها ليلة الجمعة وبعد لصلاة الجمعة وأرجع إلى دياري هو من منطقة اسم حائل ما بين يعني المدينة وتبوك يعني إلى إلى بعض الجهات ففي ناس صلوا صلوا على الحال عشرين سنة يوم خميس كان عطلطون يوم خميس أيام زمان خميس وجمعة مقضية بإيش عرفان هذا عرفان يتاجر في إنسان تسألوا من أهل مكة مرة يا كيم أخ وصلني نالوا الله هني كنت وكل سنة بتحجوا قال لي أنا والله لسه ما حج جيت ما تيسر لي من أهل مكة ما حج أنا لا أظن أنه أهل المدينة لا يعرفون قدرها ولا يعرفون أجرها يعرفون قدرها وأجرها ويأتون ويزورون وكل الحبايب وأهل الشام وكل الحجاج والمعتمرين والزائرين يزورون قبا على وجه الخصوص كل المزارات فيها بركة بس هي أكبر بركة أروح على أرحوت خير إن شاء الله بتروح بتشوف الجبال وكذا وهي وتقرأ فاتحة في ناس بروح على مسجد القبلتين يا شو بدأ تصلي ركعتين للشر وركعتين للغرب أنا بقول له هذا مسجد هون يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالركعة الثانية يعني غير الوجهة أما قبا يزار 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 فيه أجر يعني حتى الواحد أنه بروح للمدينة ليزور النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي في مسجد قبا الله يكتب لكم زيارته أذا زرته تذكروني بدعوة صالحة في تلك بقاع ربنا تقبل منا بسر الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر